اشتركوا في القناة حتى مع ظهور الشائعات التي تنعكس سلبا على جهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا يبقى دور المواطنين والمقيمين مهم في نبذها وعدم نشرها والتزامهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو الطريق لخفض منحنى الحالات القائمة ما كان في هناك هدف ولا في هناك سبب لقلة تغليل عدد الفحوصات بل كانت زيادة فيمكن الاعداد في الثلاثة الايام لراحة والناس لاحظوا بعض القلة في الاعداد ان كذلك المخالطين لهذه الإصابات تكون عملة اعدادهم قليلة لذلك الفحوصات عملة انتقل ومن بين الخطوات الواجب على المواطن والمقيم اتباعها هو المبادرة دون تردد في أخذ اللقاح نظرا لفعاليته في حماية المجتمع من خطر الإصابة وتداعياتها ورفع الفريق الوطني الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم إلى 31 جرعة يوميا له اكبر دليلا على همية اقبال المجتمع على تلقي اللقاح من خلال 31 مركزا موزعا على كافة مناطق المملكة تم تطعيم 90% من الافراد المسجلين لاخذ التطعيم ونسبة 96% منهم اخذوا التطعيم في الموعد المحدد لهم من اول مرة حرصت وزارة الصحة على تقديم افضل الخدمات العلاجية للحالات القائمة مسخرة كافة الامكانات من اجلهم وخصوصا للحالات من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة مما تتطلب حالتهم الصحية الدخول للعناية المركزة من اجل متابعتهم بشكل مكثف من قبل الفريق الطبي وتقديم العناية اللازمة لهم زادت اعداد المصابين خصوصا في الفئة الضعيفة ونخص فيها الكبار المواطنين واصحاب الامراض المزمنة هذا يؤدي الى ادخالهم الى المستشفيات وتدهو ارحالاتهم الصحية وبالتالي دخولهم الى العناية المركزة وعالميا هذا اللي صاير زادت الحالات وزيد من شدة الانتشار في المجتمع يدخلون العناية المركزة وبالتالي تزداد اعداد الوفيات الالتزام بكافة الارشادات والاجراءات الاحترازية المتمثلة في معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات هي من اساسيات المرحلة الحالية ويبقى علينا عدم التهاون والاستهتار في تطبيقها للخروج منها بعد اكثر من سنة على انتشار الجائحة العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر